من هنا بدأت الحكاية ظهورهم الأخير على قيد الحياة وحضورهم المرير في ذاكرة ذويهم وتقارير المنظمات الحقوقية بعد إخفائهم في برزخ دنيوي لا هم أحياء ولا أموات بل مغيبون في سجون سرية لا يستطيع أرفع مسؤول حكومي حتى السؤال عن مكانها في العراق يمر ملف المغيبين قصرا ثقيلا بكل تفاصيله بدءا من تسلسل المأساة ومكانها وزمن حدوثها وصولا إلى المسؤول عنها واحتمالات النهاية ألاف المغيبين من الأنبار وحزام بغداد وصلاح الدين وديالا ونينا والتأميم ساقتهم الأقدار للوقوع بيد ميليشيات طائفية ذات سجل دموي حافل فصاروا أرقاما بسجلات المفقودين وغادرهم كل شيء إلا مناشدات ذويهم وهي تجد صداها بعد كل صرخة فقد صمت الحكومة آذانها وأغلقت عينها أما الضمير فلا يسأل عنه بعد إعادة الملف للواجه عقب العثور على أكثر من مئتي جثة لمواطنين قتلتهم الميليشيات في بابل علت نبرة المنظمات الحقوقية المطالبة بالكشف عن مصير آلاف المغيبين قصريا ظهر صوت الحكومة لا ملبيا لعلاج تلك المأساة بل دفاعا على النفس وتبريرا للإهمال وربما تغطية للجريمة قدمت الحكومة تقريرا إلى اللجنة الدولية المعنية باتفاقية الأمم المتحدة للحماية من الاختفاء القصري أوردت فيه جملة مغالطات لم تعكس حقيقة الملف لكنها تجهلت الحديث عن مصير آلاف المواطنين المختطفين الذين نزحوا بين عامي 2014 و2016 وأهملت ذكرى التحديات التي تعرقل البحث عن مصيرهم الحكومة تحدثت عن جملة إجراءات منها إعداد وزارة العدل مشروع قانون لمكافحة الإخفاء القصري وإطلاق حملة لجمع المعلومات عن المختطفين والمغيبين لكن ذلك يناقض الواقع فليس هناك قاعدة بيانات واضحة عن المعتقلين لتعدد الميليشيات المسلحة التي تعمل كل واحدة بشكل مستقل عن الأخرى التقرير الحكومي صراد حديثا منمقا عن تعاون الأجهزة الأمنية في الأمر ما يتنافى مع تأكيد لجنة حقوق الإنسان النيابية عرقلة الحكومة وأجهزتها الأمنية وعدم تعاونهما في قضية المغيبين والمحتقلين فضلا عن الصعوبة في إجراءات التحقيق والتحري عن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المخطوفين قسريا وزارة الداخلية بحسب التقرير الحكومي تتابع منتسبيها للحيلولة دون وقوع حالات الاختفاء القسري بيد أن الواقع يؤكد أن الحكومة لا تملك سلطة على ميليشيا الحشد التي تدير سجونا سرية في جرف الصخر ونينوى وغيرها من المناطق لا يسمح للحكومة أو أي جهة أخرى بالدخول إليها أو حتى متابعتها تحالف القوى أصدر بيانا انتقد فيه التقرير الحكومي وذلك يقود إلى تساؤل عن دور التحالف والقوى السياسية التي تزعم تمثيل تلك المحافظات وعن ما هي الدور الذي لعبوه في القضية وعن سر صمتهم الطويل وحديثهم المفاجئ يكفي أن تشهد على الجريمة وتسكت لتحسب مشاركا فيها مأساة المغيبين وأنين ذويهم لم تجد لها سامعا في الأرض لكنها حتما وجدت طريقها إلى السماء عزبي الله ونعم الوكير عليهم على الرجل هذه